اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة هوا العاجز باعد حبك باعد حبك احس Fantasy حليل ستركوا في القناة يا اخوالله شكرا عجل اه؟ قصما بالله شكرا عجل يا اخي ده شغل بختلك شاب الحزين ومسير سعيدة عاملين شنوب الله الأمور والشعور والتفنور بل النسبة للناس اللي بيقولوا لك يا صرفة يا أخي دارين أشوفك حاضر الناس دارت أشوفني عليك الله أكتب ليه اسمك طوالي أكتب اسمك أصهر لينك هالراجل أكتب كده طبعا اللايب بتاعنا ده يا أخوانا بس للعلم بيحضروه وإنتو وكل المخابرات الموجودة في الكوكب دي يضاف عليها حمايتي شخصيا قاعد معنا فالمرة الفاتحة تكلمنا عن التربية وإنك تهتم بأولادك وتعمله هنا الفحص بتاع المخدرات طلع عامل ندوة قال تفحص لي والدك هاللي جيت وماشي سبعة ثمانية في مخدرات بتخلي زول ماشي سبعة ثمانية يا حمايتي فالناس دار تشوفنا عشان حنخوش في مواجهة مع الكابتن ده فأنا دار يعني دار أخلق جيشي فإنتو دار أنت تشوفوني أكتب قول دار أشوفك اسمك إنت مش عندك اسم وصورة وأنا متخفي إنت أكتب اسمك وصورتك قاعدة أنا بعد بعدين بجي بعمل سكرين للتعليق حقك بقول دين ناسي صار فريقي بتركبه معي رأيك شنو عشان ما أنا تفاصح ساي كل واحد يطلع يعملين فيها دي جانجو الناس اللي عاوز تشوفنا تكتب اساميها حمدتي أنا بعمل سكرين وإنت ذاتك حمدتي عمدتي أعمل سكرين بالله نسوى كلنا نتبلى بس عشان ما أنا قد نتفاصح كتير كالراجل مطورينة يا منقب يا ميتين أكتب بس إنت معي إنت مش معاي يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ليلة لا في طرحهم على الشعب السودان ولا حاجة نخش طوالي سؤال الأول سؤال الأول لماذا توجد معسكرات دعم سريح في الخرطوم العاصمة بتاعة السودان تفضل من اللول كذا نحن داخلين طوالي حمدتي عندهم معسكرات في الخرطوم ليه السادة الأحزاب السادة الموقعين على الإطارية السادة المراكز الدراسات استراتيجية السادة الضباط في القوات المسلحة السادة الكيزان السادة السوار السادة اللي جان السادة فوكلر الأمم المتحدة لقيت في خطاب الخليفة وزير الزراعة اللي كان قائد اتفاقية أبوجة فالأمم المتحدة في الألفين وتمانية تقريباً أو سبعة بتسألوا عن تواجد ميليشيات الدعم السريح في معسكرات الجيش فهو برد عليها بقول ليها دي اتهامات باطلة للقوات المسلحة وإلصاق تهم بالجيش إنه الجيش يحتوي ميليشيات الدعم السريع ممكن أقرأ لك المقال من الأمم المتحدة ورد الحكومة السودانية في الناطق الرسمي مجزوبة الخليفة كان برد على الأمم المتحدة على الاتهامات إنه كان الدعم السريح كان كان تهمة فحس الدعم السريع بيقى عنده معسكرات في الخرطومة العاصمة السؤال لشنو إذا عملت دعم السريع أساساً لشنو لأن المشاكل في دارفور قاعد يعمل شنو في العاصمة سؤال لأنه كان في مرحلة انتقال والبلد ما مستغرة والوضع ما كان آمن بعد سقوط البشير البشير نادى حميدتي من الخرطوم ولا من دارفور نادىه من دارفور يوم تمانية أربعة جاء الدعم السريع قدام الغيادة وقف التاتشارات كلك بتذكر اللقطة دي الوقف فيها العساكر بتاعين الجوية خط وكانت تاتشارات الدعم السريع ومسكوا أبانصات وتخارجوا قبل سقوط البشير بيه ثلاثة يوم جاء حميدتي من دارفور ما كان قاعد في الخرطوم حصلت السورة والبشير حسع قاعد في الترباس حميدتي عنده معسكرات في الخرطوم لشنو ده سؤال يعني بيعمل شنو محل الكركبة في دارفور محل عدم الأمام في دارفور محل المعسكرات في دارفور محل الماليشيات اللي بتنهب المواطنين وتضبحهم في دارفور بيعمل شنو الدعم السريع في الخرطوم واحد بيخرج في دفع واستغر في معسكرات وأسس لنفسه معسكرات وغيادات ودخل في مراحل متقدمة أنا الليلة ححصل ليك التدخل يعني أنا قاعدت عملت دوائر يعني الدعم السريع شغال بنظام الدائرة دائرة بعد شوية دائرة بعد شوية دائرة بعد شوية ضيق الخناق على الجميع مسألة إنه اشترى الناس بقروشه واشترى أخلاقك يعني انت ما تقول لي أنا مشاهدة الدعم السريع لأنه أنا شايف توجه حمادتي أو إنه والله زي ملكيزان بيقولوا إنه حمادتي هو الشخصية المناسبة إنه يحكم بعض سقوط البشير لضمان إنه يقدروا يمرقوا حاجاتهم يقدروا كله زول عنده سبب في حمادتي كلكم بتتلاقوا في حمادتي دا بيسوء أخلاقكم ما في زول حتى الآن قدم له حجة قوية كده مغنعة في إنه يدعم الدعم السريع لكن ده موضوع يتجاوزناه خلاص يعني إحنا حنتكلم حسي حنمشي قدام لماذا توجد معسكرات للدعم السريع في الخرطوم أو الولايات لماذا سؤال الأول الدعم السريع يدعمل عشان مشاكل دارفور مفروض غياته ومعسكراته تكون قعد في دارفور وحسي إحنا نكون بنهنأ بالسلام في دارفور والشعب السوداني في دارفور وفي كل السوداني يهنأ بالسلام لأن القوة ده عملت لردع المتمردين صح؟ اتفضل الدينه ما عندك إجابة صح؟ ما انتبهتها؟ ما انتبهتها؟ قلتك؟ يعني الدعم السريع ما الصنع عشان يقعد في دارفور الصنع لي حاجة أكبر الحجة بتاعت البشير وإنه يخمت بيه هو البشير ذاته يتبلع يعني لما عمل الدعم السريع البشير ذاته يتبلع أصلا ما كان عنده حجة ولا كان كان كراء فوق رقبت ويعمل الدعم السريع ما عنده حل ما عنده حل حرمشي الدائرة الأولى الكلام ده اتوفر ومبزول في الميديا إنه عمدة من عمد الإدارات الأهلية قال للدعم السريع تعال شيل عساكرك من المعسكرات الآن أديت للجيش والديت لجهاز الأمن يعني عرفنا إنه الدعم السريع قاعد في معسكرات بتاعت الجيش وجهاز الأمن من إدارة أهلية عنده الحق بتاعة حاكورة المنطقة فيها المعسكر اسمه المك عجيب طيب أنا بدعم الحق ما بدعم الأشخاص الموقف بتاع المك عجيب ده انت معاه ولا ضده أنا معاه لأنه قال لي حميتي لا ككلمة قالت لي حميتي هل هو هيصمد في موقفه أبدا حيتكسر طبعا حيكسروه ما في اثنين ثلاثة لا يستطيع إنه يواجه الدعم السريع لكن أنا حستغل لها كفرصة أوضح ليكم في شنو يدار من وراك وإنت شايفه لكن ما قادر تحسبه أرسم دائرة أرسم ليه دائرة دائرة كده الظريفة رسمت الدائرة حلو التوزيع بتاع المعسكرات داخل الخرطوم موزع بنظرية أمنية قديمة يعني من المعسكرات بتاعت المحلج جبلولية فتاشة الكدرو الموحد شرطة الموحد جيش المحلج القاعدة بتاعت الطيران بتاعت جبلولية دي كلها موزعة بحسابات بتاعت يعني تأمين ما أي حاجة مخطوطة سيحي مخطوطة حامية في جبلولية لأنه دا المدخل اللي بجيك من الوسط شارع جبلولية انت داخل على الخرطوم انت هناك لازم تعمل حامية عامل حامية هناك أساسا عشان السد بتاع جبلولية لأنه لو السد تضرب الخرطوم غرقت دا أنا واحدة ضربت السد انت غرقت الخرطوم تركب التأثر وتتخارج فلازم يكون عندك حامية الحامية دي المنطقة دي اسمها حامية جبلولية العسكرية المغاردة بيقى حق منه حسي تفضل هناك انت جاوب تفضل أيوة بتاع الدعم السريع الله يفتع لك حلو الدعم السريع قاعد في جبلولية الجيش فرط في المدخل رغم واحد اسمها العاصمة المسلسة حيكون عندنا ثلاثة أضلع عندنا المدخل بيجاي بتاع سوبا وعندنا المدخل بيجاي بتاع الشمالية اللي بيمرق منه ضونغولا سوق الشعب مدرمان نهر النيل في المعسكرات بتاع الجهاز الأمن هيئة العمليات دي استولى عليها منه أول حاجة بل التمثيلية اللي عملوها ناس وجدوا لجنة التمكين الشرفاء استولى عليها الدعم السريع حلو؟ بيقى الدعم السريع في خط بتاعه دفاع بيمسي للسودان كله اسمه هيئة العمليات ده شالوا بره هيئة العمليات مشكلة جهاز الأمن جهاز الأمن الداخلي جهاز الأمن بتاع الطلاب جهاز الأمن الخارجي التلاتة دي اللي سمعت واحد من قح تتكلم عنهم لا لكن مش ليه هيئة العمليات مش ليه هيئة العمليات انت يا بوشي الكام بيعتغلك في الجامعة هيئة العمليات ولا جهاز الأمن الداخلي وجهاز الأمن بتاع الطلاب ليه ما بتتكلموا عنهم لينا من أربع سنة كل يوم يا أخواننا جهاز الأمن المناط به السيطرة على الشعب السوداني هو جهاز الأمن الداخلي جهاز الأمن الطلاب أما أنت الطلاب أما أنت المرأة هذه العملات دي قوة عسكرية شيلوا جيب بدلوا الناس وعمل تجنيد في الجريدة ياخداري الناس بكفاءة وطنية يؤمنون بمبادئة السورة ويجي الجندوا لينا خلي المعسكر زي ما هو خلي المدرعات زي ما هي خلي دباباتهم خلي تاتشاراتهم تشيلة بتمثيلية ما معروف وين المحاكمة حق تهيئة العملية التي تمردت وين الضباط الثلاثة ألف حقينهم ما في زال حيقف في الموضوع مش هي تديت المغرات دي لمنه للدعم السريع يبقى الدعم السريع حصل على مغرات الدائرة الأولى عمل المعسكرات اللي هي محوطة العاصمة ومحوطة الخرطوم بتاعة ودى العقلة ومعرف طيبة وين وين والأغمار الصناعية بتاعة هيئة العملات وداخل الخرطوم اللي هو بتاعة الرياض كويس؟ دي كلها هيئة العملات شهلة دعم السريع والمر فاتكلمنا عن الخريطة بتاعة توزيع المغرات دي تمام؟ قامت دعم السريع شهلة معسكرات بتاعة الجيش معسكر بتاعة فتاشة ده والدروة والمحلج دي قواعد بتاعة الجيش يتكلم عنها العمدة ده قالت شهلة دعم السريع بيقى الدعم السريع محاصرة العاصمة من كم؟ من اتجاهين دائرتين دائرة هيئة العمليات شهلة معسكراتها ودائرة القوات المسلحة شهلة معسكراتها حلو؟ الدعم السريع هيجيفه اللي هيواصل هيواصل قبل أيام بيواصلوا معاي ناس بيقولوا لي يا أخي وزارة الصحة فيها موضوع قالب الجو في شنو ان شاء الله خير يا اخواننا قالت دعم السريع في وزارة الصحة قلت يا الله يا الله يا الله ايش يبغى حميتتي من وزارة الصحة دار اشتري الاصوات دار اعمل مستشفيات نموذجية دار اعمل شنو؟ لقيت انو الدعم السريع الكلام ده لوزير الصحة الولائية أسمعني أسمعني؟ موقفك ده كويس أنا دعمك والله يعني انت منو أنا ما عندي معك شغلة بس قولوا الكلام ده بره في العلن ما تواجهوا القوة دي براكم حيبلعوك ما حتقدر النازل طالبين واحد كاتب لينا شكراً حميت ينشيلك بره بس يا بيبي النازل طالبين شنو الدائرة التالتة دارين مراكز صحية ليه قوات الدعم السريع اللي هي حترجعنا للسؤال الأول هي الدعم السريع دار بالمراكز الصحية شنو؟ ما الدعم السريع يا صرفة جزء من القوات المسلحة طيب ما يدعالدش في مستشفيات القوات المسلحة دار تصديق لمستشفيات الدعم السريع ليه؟ مش هو جزء من القوات المسلح يا برهان؟ سامعني كويس أخوانا؟ سامعني كويس؟ في صوت واضح؟ طيب الدعم السريع مشى الدائرة التانية اللي هي إنه يكون متواجد قريب من المناطق السكنية بيعزر ومبرر دار مستشفيات ودار تصديق ليه مستشفيات ودار تصديق ليه مراكز صحية طبعا الحكومة شغالة في تمدد الدعم السريع وبسلموهنا البلد اللي هو وراه دول المستعمرة يعني الدعم السريع ده هو واجهة ليهم بس ما أكتر يعني فهو في النهاية الدعم السريع ده يا أخوانا بيستولى على الدولة دي بأياد أولاد الخوانا الدعم السريع بيطالب بيتصديق لمراكز صحية ومستشفيات حول العاصمة ما جوه تمام؟ تصدق ليه هم بيسيمون يبقى كده الدائرة الكام بيقى الدائرة التالتة الدائرة الأولى مع اسكرات القوات المسلحة محاصر العاصمة ومحاصر الجيش نفسه محاصر العاصمة ومحاصر الجيش نفسه يعني ما في قوة ممكن تمرك أو تدخل بدون علم الدعم السريع اتحاصرت العاصمة المسلسة يا سادة يا ضباط القوات المسلحة صح ولا غلط؟ ما هو حسي مخرجة دفع 11 في مع اسكر فتاشة ده يعني كان مستغير في مع اسكر فتاشة درب القوة دي 9 شهور في مع اسكر فتاشة خرج القوة 3 صاقعة في مع اسكر فتاشة ده بتاع الجيش يعني الناس الذين كانوا بعدين ما لقطوا من الشارع لا عملون دورات تدريبية ما أقل من 9 شهور في مع اسكر فتاشة حسي هو بيطالب بمراكز صحية حول العاصمة واحد مستشفيات حول العاصمة اتنين دخل في القطاع الصحي القطاع الصحي ده بيسمح له يكون قريب من المواطن هل حمي اتحك تفي كده؟ لا هو دار سيطر على الشعب السوداني هو سيطر على القوات كلها لكن احنا عندنا سؤال اذا الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ليه ما بيستخدم منشآت القوات المسلحة الصحية ما دام انت استخدمت معسكرات وما تخش المستشفى بتاعهم بتاع السلاح الطبي او خش المستشفى بتاع الدعم السريع اللي عملوا لكم حمياتيه السنة العشرين ده عمل له جملون كده وبتاع وكرنتين للدعم السريع وكورونا وكلام فاضي طيب قوات الشرطة عندها مستشفيات؟ هل اكبر عدد قوات الشرطة ولا الدعم السريع؟ قوات الشرطة في سودان ده كله موزعة عندها حاجة يسمى مستشفى الشرطة عندهم ساهرون ده المستشفى الخاص بتاعهم لا الضباط ولا عساكر وبتمشي انت كمواطم بتتعالج فيه يعني فيه مساحة مستشفى مغطي الشرطة كاملة البرية الصيدة الجمارك المرور الداخلية حرس الحدود الشرطة الفنية يعني كلهم بتعالجوا في المستشفى الشرطة ده ولا بتلقى فيه زحمة ولا بتلقى فيه جن وبتلقى فيه غرفة فاضية كمواطم بتتعالج وبتلقوا سنة ما عندهم معك مشكلة فقوة الدعم السريع كان ممكن تدعملها مستشفى دار مراكز حول العاصمة تصديق للمراكز الصحية طيب الكلام ده خطير طبعا خطير الكلام ده بده كيف بده فيه انه المراكز الصحية طب الأسرة في الخارطة الطبية يعني هما اسيا نحن نتكلم كلام اكاديمي شوية نقوم نقول نكتب في جوجل كلنا نكتب مع بعض الخارطة الصحية الخارطة الصحية ولاية الخرطوم مرض عليك الحاجة دي فكرت فيه الخارطة الصحية ولاية الخرطوم تمام اول حاجة بيجيك يا هيدا احنا بيمفتج عنا الخارطة الصحية دي حاجة ديك الخرط عديل يعني فيها توزيع المراكز في تبطئ توزيع المراكز الصحية المستشفى الحكومية بالولاية المستشفى الحكومية بالولاية المراكز كده معينتو يا اخوانو كما نتكلم سايفي واضح الصوت واضح الصوت اللي في تبطئ بتبطئ انا شايف بس اللايك متحرك يعني لكن ما في تعليق تاز قال واضح يا ذو بجات طيب حنشوف ع ребята محلية ل及ما ان نوع التخصص الخريطة انا سأقري ليكن المراكز الصحية لازم ستمعوا الكلام دي يعني ان2 كونوا عارفين يعني كان في مشكلة بتاعت المراكز الصحية دي طبة الاسرة البطء عاملين بقرا يضرب وعندهم مطالب ديل طبة الاسرة في المراكز الصحية الموزع في ولاية الخارطوم عندهم مشكلة في مرتبات مركبات عندهم مشكلة في قرصات عندهم مشكلة في توزيع الدرجات عندهم مشكلة في ترقيات عندهم مشكلة في تأمين هنزات عندهم مشكلة تمام فالمحلية مثلا كيراري عندك الحارة 17 سوق حليمة النوع حكومي أسرة مرجعي كيراري 17 حكومي أسرة دي المراكز الصحية في كيراري مثلا الحارة 29 38 39 53 عندك مثلا الخرطوم السجانة السلمابي الشجرة تمام عندك مثلا كيراري الشيخ الطيب الصادق أبو عاقل الخرطوم كيراري العامرية كيراري العجاجة كيراري الفتح تمانية القوز الخرطوم جبرى 14 توتي الوحدة الواحة النوبة قوز نفيسة مبروكة كيراري شروني أخر عمر حي الشاط الكلام ده في عشرات المراكز الصحية الأطب بتاعينها في الولاية مضربين وعندهم مشاكل من السنة الفاتت وعملين وقفات احتجاجية وزارة الصحة أنت ما متابع الموضوع تضليل الإعلام الحاصل المراكز دي تقوم المنظومة الدفاعية سمعت بيها المنظومة الدفاعية اللي هي وزارة الدفاع عندها حاجة اسمها التصنيع الحربي قاموا وعملوا لها اسم المنظومة الدفاعية المنظومة الدفاعية خاطر وزارة الصحة قالت ليه يا أخي إحنا حنعمل تطوير للمراكز الصحية دي قالوا لنا الأطب مضربين قال لنا قالوا يا أخي ما عندكم معاون شغالة إحنا حنستلم المراكز الصحية دي وقال ليك أنا حاول أربط ليك الحلقة الثالثة الحلقة الأولى قلنا شنو مع اسكرات الجيش الحلقة الثانية هيئة العمليات هيئة العمليات قلعا منهم كيف قالوا في تمرد في هيئة العمليات بيتين تمردوا مطالبهم شنو ما معروف تاني يوم لقين الدعم السريع استولى على معسكرات هيئة العمليات الأطباء عاملين إضراب وزارة الصحة مدنية أطباء مدنيين الخطاب بتاعهم مدني صح ولا غلط تدخلت المنظومة الدفاعية اللي هي الصناعات العسكرية منظومة الصناعات العسكرية التصنيع الحربي تصنيع الحربي سنة 2021 حمادتي أخذ فيه تلاتين في المية الكلام ده خطاب موجود أنا يعني بس حسن للحياة كثيرة حقرالك بكرة إن شاء الله عملوا فيها إعادة هيكلة سنة 2021 2022 شهري واحد يوم ستة عملوا فيها إعادة هيكلة وعملوا فيها المجلس بتاع بتاع الصناعات العسكرية ده صناعات الحربية دخلوا فيه اثنين لواء ودخلوا فيه عبد الرحيم دلقوا بس ده ده رأوصله لهيك يعني كل الموضوع أنا لافي من جبال في موضوعات الصناعات الحربية ده أقول لك حمي التبقى عنده مندوب داخل التصنيع الحربي والبيان واضح يعني كلام البرهاني إنه الدعم السريع أخذ تلاتين في المية من المنظومة بتاعت التصنيع الحربي المنظومة بتاعت التصنيع الحربي ده أخواننا موضوع طويل جدا مؤسسات طويلة جدا ما الموضوع بتاع اليرموك بس ولا هي بتاع الجياد إحنا في التصنيع الحربي ده التطوير العملته حكومة المؤتمر الوطني بدأ سنة 91 سنة 91 سنة 93 سنة 96 ثلاثة مؤسسات من نهجيات دي لكن إحنا منظومة الدفاع وتصنيع حربي كانت عندنا بادية من الستينات إحنا ماخدين توكيلات بتاعت أسلحة وتصنيع وصيانة بتاعت مدرعات وبتاعت أسلحة من شركات روسية أدوها تلاتين في المية للسيد حمي التي هل حمي التي شفتوه راكب عربية جياد ولا مدرعة مصنوعة في جياد لا هو الغرض أنه يسيطر عليها ما تصنيع حاجة من ورعينه بس ده كله الموضوع يعني لو تقوم قوة السلح ولا الجيش السوداني دي السلح ولا تقوم أي زي درع على الشمال ولا غيره يدخل له السلاح لا هو مسيطر عليها ويجيب سلاحه من بره يعني في مشاكل حصلت بين الجيش والدعم السريء سنة 2022 القريبة دي في مدرعات جايبة حميتي من ورد جيش في منظومة بتاع الطيران مسير جايبة من ورد جيش غير أسلحة التجسس العاملة جايبة من إسرائيل واضح الكلام ده واضح منظومة التصنيع الحربي مشت وزارة الصحة قلت له نحن بنشغل لك المراكز دي وحنطويرها يا أخي عندنا مشكلة في الكادر البشري الطبيب ده عنده مشكلة وزارة الدفاع ما عندها شغلة طبعا داريني سيطر على المراكز دي ادوها لمنو الله يفتعي لك هناك انت حايدوها للدعم السريع بدوا بيمركز الآن واحد من المراكز وبدوا فيو صيانة وخلاص يعني يعني هم بيظهروا بيمشوا كدعم السريع في وزارة الصحة الناس تشوفون يعني لكن الموضوع التام بيتحت يعني خطورة الموضوع انه الدعم السريع استولى على منظومة الدفاع ذاته ووزارة الدفاع والآن استولى على الوزارة الصحة يعني بيقى خم دايرة بيقى ثلاثة دوائر الجيش هيئة العمليات المراكز الصحية سيطر عليها الدعم السريع في وجود أبنائنا اللي بتكشفوا دي يعني الناس بيدعاين وساكت يعني وهو ماشي وبضيق في الخناك فاضل اللي حمدتي دايرة واحدة ما حيقدر يأخدها بالطريقة العديل اللي هي دايرة شنو حاجة منتشرة في الأحياء وحاجة عندها تعامل مباشر مع المواطن وعندها سلطة عليه شنو فاضل منتشرة في أي حد البوليس الله يفتح عليك البوليس حمدتي حيقدر يسيطر على أكسام الشرطة دي كيف دار يكون قريب من المواطن شنو يعني قريب من المواطن حس الدعم السريع العسكري ما بيقدر يسألك لما بيقدر يسألك لأنه هو بيدعامل بقوات بغانون قوات المسلحة في حالة الطواري معارف في حالة الزلازل في حالة شنو في حالة إعلان حالة الطواري من رئيس الجمهورية عنده قوانين بيقدر يدعامل بيها مع المواطن يوديه محكمة عسكرية حما تدار يمسكك إيت في الشارع يوديك محكمة عسكرية اعمل شنو فضل حس علاجك بيقى في يده تمام تأمينك بيقى في يده جيشك بيقى في يده وزارة الدفاع بيقى في يده فاضل شنو الشرطة يدعامل معك أيوه مش قبل أيام سمحت بتحويل اسم قوات الدعم السريع إلى القوات الفيدرالية طبعا الحاجة دي قلنا لو سنة عشرين عشرين قلنا لو انت بعد سنتين حتيجي تتنفض من الدعم السريع تقول انا ما كنت غايد وقت الفضل الاعتصام او المشاكل اللي حصلت في دارفور وانا كنت بعيد منه وكده عملت الحركة دي الحاجة التانية يغير اسم الدعم السريع الجرائم المنسوبة ليه واسمه وكده والحاجات الملتصابيه تمام حسي عمله قوات الفيدرالية قوات الفيدرالية دي تعريب الفيدرالية دي شنو يا اخوانا؟ زي الشرطة الفيدرالية دي انه ما شرطة ولاية الخرطوم تقدر تسأل زول في الابيض انا دائر قوة اقدر اسأل بها زول في الخرطوم في الابيض وفي دارفور وفي الشارك وفي برصدان سميها ليه شنو قوة الفيدرالية اعمل ليه جسم جمجي اسم الشرطة واحد واقدر حاسب المواطن ده ألقاك في الشارع أفتح ليك ما ده خمستاشر ألف حيازة وطرويج خمستاشر ألف وعشرين ألف أديك كف أشيل السيارة تحت البنقو دي أطفالك في راسك واسوبك القسم أفتح ليك انت بلق الدعم السريع ما كان بيقدر يدعمل مع المواطن ولا بيقدر يوديه محكمة هو أسي ساكت لينة ليه ما لما أنه عنده قوة سلطة مباشرة إلا السلطة بتاعتها المعلوماتية دي تمام حسي بتاع الدعم السريع لما نعملوا ليه أجسام الشرطة الفيدرالية أو القوة الفيدرالية ده حيد عامل قوتين قوة عسكرية وقوة مدنية عندها الحق إنها تعتغلت بغانون هيعمل لها غانون البرهان ده أصلا أنت قاعد كده وقعد ما تجد ليه في البرهان ده هيعمل له غانون ما في اثنين ثلاثة ما في اثنين ثلاثة كده حماية تسيطر على المواطن بيقى عنده متعامل مباشر يعني حسي أنت دائر مشكلة والله إلا تمشي لمعسكر فتاشة تلقى الدعم السريع قاعدين جوا بيمسكوك بيطبخوك مع العدس والعطرون لكن حسي هو الدعم السريع بدهر له حجة يجيك في الشارع حجة يجيك في الشارع يتكلم معاك عمل حاجة يسمى دائرة أراضي الدعم السريع يتكلمنا عنها موضوع دائرة أراضي الدعم السريع ده يا أخواننا الحاجة دي ربنا سبحانه وتعالى نبه ليها العمدة ولا ما نبهوا الحاجة دي مهمة جدا لأنه الدعم السريع بيشتري أراضي بيسمى الدعم السريع إحنا بنعرف إنه الجيش عنده إشلاق الجيش حتة محددة كده ساكنين فيها ضباط ساكنين فيها عساكر ساكن فارغ يبول ساكن فيها جنود دي اسمى إشلاق الجيش إنت قاعد في الحتة دي بتسمح وبتعضابط وإي حاجة يومك نزلوك معاش بيدوك ثلاثة شهور بعد ثلاثة شهور تسلم المفتاح بتاع العربية بتاع البيت تبقى مواطن ضابط معاش علاقتك القطع دي ما حقتك ده ما بيتك الآن الدعم السريع بيشتري في المخططات السكنية بتاعت المدنيين بيسمى الدعم السريع بيشتري المخططات السكنية بيسمى الدعم السريع ده اسمه استعمار الزلد لما نقاله نحنا إطردوهم هو عارف الاحتلال الحاصل هو فاهم الحاجة دي طلعوا ناس بنبزوا في العمدة ده إنه مؤتمر وطني كلهم مؤتمر وطني إتا ما تخليك زول دمك كلهم مؤتمر وطني إتا الزول ده تنفخوا عشان إطلعوا معاه 12 إدارة أهلية تاني يمشوا يجدعوا للبوكسي الحصل شنو الحصل إنه الدعم السريع في فتاشة مثلا في فتاشة بيشتروا من الناس المواطنين أراضي لكن مواطن يجي يتشاكل معاك في قطعة حيازة ألف متر وداك المعسكر بتاع فتاشة قاعد في الدعم السريع بكرة الصباح بيجيك التاشة بيحفظك أنت وولدك ويقول لك القطعتين دي كانوا ألفين متر هتعمل شنو انت شيل البلاغ بتاع مواطن ضد الدعم السريع وديه المحكمة أسه أنا بتحداكم تجيبوا لي من دارفور من ألفين وثلاثة بلاغ مش ضد الدعم السريع يتحاكم في وزول تفضل هاك هاك 2019 الكتلوهن الدعم السريع واختصبوهن 2019 في العيد مسكوا الدعم السريع ومسكوا تسعة عساكر منهم طلعت فيها أنت مولان إسماعيل قلت والله الحرية والتغيير تطير لو ما جبنا حق الأولاد في اللوبية دي ما تتشارات مصورة والمحاكم كانوا بتنقلوها لحد سنة 2021 وطلتوا وين المحاكمات حقتهم بيطلع حماتي بقول لي أخي في ناس من الدعم السريع خطفوا الشهيد بهدين ودوهن الحتة الفلانية وكتلوهن استعملوا العنف قال حماتي في التلفزيون قال عديل حماتي قال عندنا قوة تمردت على قيادتها عندنا قوة ألفين نفر تمردت على قيادتها في فضل الاعتصام جب لي زول دول مشت محكمته جب لي زول ضربوا الدعم السريع في الشارع بقدر يفتح فيه بلاغ تفضل خليش شيله منك أرضك الزولة اللي بيعمل فيه العمدة بتاع الجمعية انت عارف الجمعية دي بتمتدها من وين الأراضي بتاع المعسكرات دي في أراضي الجمعية هي حيازات وحواكير مدنها للحكومة بغرض الانتفاع يعني أبني المعسكر هنا لكن ما حقك الموضوع ده ممكن نكسر الدائرة بتاعت الدعم السريع عشان كده حماية تطلع متوتر لأنه لو فقد أراضي الجمعية الجمعية ممتدة من شمال الخرطوم لحد النيل الأبيض لحد شمال الدارفو كردوفان واحد اثنين القوة بتاعت الجمعية دي غبيلة تعدى سكانها ما أقل من ستة مليون حلو؟ انت ما ممكن تغارر لك موظف دولة بزعيم قبيلة يا ناجي عبد الله ناجي ناجي مصطفى ناجي مصطفى طلع عملت السريب كده قال يا أخي أنا استمحت لحديث العمدة والزول ده صاحبنا والزول ده كران وزول كويس لكن ما توفق في الكلام ده وكيف يتكلم مع حمدتي كده وأنا بشكر العمدة غانم مش اللي حمدتي اعتذر له اعتذر له ليل العمدة غانم ده منه العمدة غانم ده أخوانا تحيط هاشتاق تحيط هاشتاق خدتوا ليه الحنة قدوا ليه زمام أي زول بيجي تكسر قدام الدعم السريب ده احنا ما حنسيبه العمدة غانم ده أنا ما بعرفه ولا اسمي اعتبه تمام؟ ولا بعرف العمدة ذاته المقدة المقدة طلح في التلفزيون الخطاب بتاعي انت سمعت ناجي مصطفى قال يا اخي احنا كإدارات أهلية دعونا نجي نقعد في الإطارية ما شي نقلنا لمصلحة السودان والزول ده وعدنا حمدتي قال الدين ده خط أحمر ما بيتهبش يتكلم عن ثلاثة أربعة حاجات زول مق تحته ستة مليون حمدتي تحته كم؟ مئة وخمسين الفعسكري موظف دولة شغال نائب اسم يجلس بكرة الصباح بينزلوا من القوات المسلحة ولا الدعم السريء انتهى دمك ماسيكة وراسة عنده ناس معاه بيتتبعوه إدارة أهلية بلنزلوا لهم عمدة وغيادة تطلع انت يا حمدتي تقول لا نحنا جبنا الناس ديل كراعا فوق رقبتهم كلهم سكتوا جابكم في كراعكم فوق رقبتكم ولا لا بما فيه هنا العمدة غانم العمدة غانم مش اعتذر ليه حمدتي تحت هاشتاك خطوا ليه الحنة قدوا ليه زمام ساقلة 28 باطل معاه متحولين من الرجال الى لا الرجال قاعدوا مع حمدتي قالوا ليه احنا اسفين الزول دا قال ليك يا اخي البوكس وما البوكس ومسح علينا فوشنا يا اخي زول ادى زول هدية بعدين الزول اختلف في الاعلام طلع نبز الزول لده هدية السيدة الهدية قام الزول اللي جاتوا الهدية قام قال ليدك يا اخي تعالي شي الهديتك في الاعلام نفس الرد ادى ليه وبالدس هو ما تكلم يعني اتا حاجاتك المستند عليها ضده بتوريك انك اتا والدليل على كلام ناجي مصطفى دا انه انا فهمته فعلا انه هو راقد للدعم السريع اول زول احتواه منه ابراهيم طبال ابراهيم طبال مبارح كتب مرحب ناجي مصطفى في احضان الوطن الوطن الواسع والشاسع خلاص بقيت دعم السريع انت واضح يعني حمدتي موظف دولة اساءل الادارات الاهلية اللي بتمثل السودان كله ما اساءل المكدب بس كل المكوخ الباقين كل الادارات في السودان اساءلين قال له ان جبناكونا الاطارية قرعكم فوق رقبتكم ما فيهم واحد ردة ولا احترم قبيلته ولا احترم اتباعه سكت وساي داشا قال له وقال له اخ موش بوكسيك دا داشا قال حدل بيننا وبينك هدية ادوها لي زعيم قبيلة اي وريك لا انت ليه ناجي مصطفى قال له اخ ما ادوها لو بدس كانوا يطلعوا يرجعوا بدس ايه دا زعيم قبيلة قاعد بيدير في الدولة انت ما قعدت في الاطارية دي وانت ما دعمت القوات المسلحة وانت ما دعمت المبادرة بتاعت الطيبة الجيدة الاهلية كانوا بأكلوكن وبأجروا لكم قاعدة الصداقة وبيجيبوا لكم بكاس وبيدوكن المكرافونات وبيجيبوا لكم فوكلر فانت مالك ما وريتنا الموضوع دا انت ليه ما وريتنا عشان دا طلع ردة على حمادتي انت الموضوع دا موترك فيشنو انت شايف في حمادتي غيادة كيف يعني عزوز لا شايف انه في حلقة بعمل فيها حمادتي بحاصر في العاصمة وكل الولايات دارك سيرة انا حسيح بعدد لك في الحالقات اللي استولى عليها حمادتي طيب يا سيد ايد الكريم حمادتي الآن فاضل له قطاع مهم جدا دخل الصحة والصناعات العسكرية ودخل الصناعات بتاعت الدهب والصادر والوارد بتاعت الدولة كل في يده اتفقنا فاضل له قطاع شنو فاضل هناك القطاع بتاع الطلاب التعليم حمادتي عنده مشكلة بتاع عقد التعليم صاح ولا غلط صاح الجامعة الوطنية مستشفى الرازي جامعة الرازي تاني اربع جامعات خاصة في واحدة فيه هوني اشتراها فعليا في واحدة الان بفاوض فيها المفاوضات دخلت عن طريق مستشفى الجامعة بتاعت الرازي دي جنوب الخرطوم جنوب الخرطوم فيها كلها جامعات اربعة تلاتة اربعة جامعات بباركينات دخمة مساحة الباركي ممكن تكون عشرين الف متر فاتحة فيها جامعتين المساحات شازعة جدا هو الان بخطط ماشي كويس هو بخططه على قطاع التعليم العالي في السودان في دولة ما. تمشيوا بإرادتك توقفوا بإرادتك. أنا الوقود بتاعة ثورة هو شنو؟ الشباب اللي هم الطلاب. يا حبيبي أنا حدفعك عشرين ألف دولار في السنة قطاع خاص. جامعة خاصة أنا لما نستولع على ستة سبعة جامعات. إنت تاني بتمرك شارع؟ أنا بدفعك عشرين ألف دولار في السنة. أهلك تابع بانين وراجينك تتخرج لهم دكتور والسنة الأخيرة والمواكب شغالة والتروس شغالة إنت بتفتح الترس ولا بتكفله؟ بتفتحه طبعا. حتمشي دافع جروش السنة حتبضي عليك أنا ما عندي شغالة. أنا مدير الجامعة أنا البعمل الفوضى إنت حتجي تقرأ كراعك فوق رجبتك أنا اللي بتحكم لك في في تعليمك كله. حتحكم في التعليم. القطاع الخاص هو بيقى التعليم في السودان ولما نجأت وزيرة القحة دي اللي هي في سنتها زولة جايبة أربعة وتسعين في المية ما قدرت تخش جامعة حكومية الناس اللي بيقول لك التعريق القراء والاسم البروف دي. طيب انت بيقى التعليم قطاع خاص استلموا حمادتي استلموا حمادتي تحكم في الأجيال الجاية. إيجريك على مزاجه يغير ليك الجامعة على مزاجه أنا حجيبك الجامعة كراعك فوق رجبتك. لأنه انت دافع لي عشرين الف. ما در تجي تقرأ الكورس بتاعك براحتك جروشي ماشي أنا. جروشك الأقصاد اللي انت دافع عليه كطالب حتدفعه يتحكم في القطاع ده. خطورة جامعة الرازي دي مثال خطورة جامعة الرازي انه مديرة ابراهيم غندور رئيس المؤتمر الوطن الحزب المحلول بسم الله الرحمن الرحيم. لما انجامعة مديرة رئيس الحزب بتاع النظام البائد يقوم يفكر يبيع ويطلع منها. عندها ثلاث احتمالات لكن الراجح عندي انه الدولة العميقة الكيزان استسلموا تماما للمرحلة القادمة. عارفين انه ده ما حقتهم. يعني الناس اللي بيقولك الكيزان راجعين اذا الكيزان بتخلصوا من المؤسسات حقتهم وروافد الاموال للحزب والتنظيمات حقتهم. الجامعات الخاصة دي ما كلها تابعة للكيزان كلها تابعة للكيزان وكلها عملت بقروش التنظيم كلها مصادر تمويل للتنظيم حقهم. اذا بدوا تخلصوا منها والمشتري الوحيد هو الدعم السريع الكيزان معناها شنو خلاص المرحلة الجاية ما جايين ما هو السيتة بتقول الكيزان راجعين بقوة وبدوا يعودوا جامعة رئيسة رئيس الحزب بتاع المؤتمر الوطني هو داخل في المفاوضات دي حسي المفاوضات مشت في مراحل في مستشفى الرازي حتسمع بعد شوية حيشتري الجامعة ذاته الكلام ده ناقوس بدقوا ليكم في الشارع يا صرفة انت دائما بيجيب لينا معلومات وما بتكون صحيحة يا خاسم انا ما عندي صحة بمعلومة ولا زفت الطين مش في جهة اعلامية ممكن ترد علي يسمعون التسجيل بتاعي ده قل ليون يا خي صرفة قالك تدارين تبيعوا الجامعة عليك الله طلعوا بيان ردوا على الكاذب اكتبوه كده الرد على الكاذب صرفة في موضوع بيع الجامعة نزلوا البيان في الاعلام انا بحتفظ به لما نيجي يوم الحساب بنتحاسب نزلوا عليه حسي عشان ردوا علي ترد علي وزارة الصحة كلام مدعو صرفة انه منظومة الدفاع انها بتستولى على المراكز الصحية ده كلام فارغ رد علي بيبيان رد علي ور الناس ما موضوع تمدد الدعم السريع الان الدعم السريع يحاصر العاصمة ماشي بخطة مدروسة قبل شهور تحدين البرهان اطلع اعمل مخاطبة لحاميات خارج العاصمة استجاب قال ماشي الدمازين تأمين وتأمين وغاية هيئة الاركان عمليات ماشي الدمازين قاعد مع الوالي وترتيبات لزيارة البرهان وبتاع وشنو البرهان انت اتلعبت يا بيبي انت معين عندك حاجة برا لا تستطيع انك تعمل اي حاجة المناطق دي اساسا هي مقسمة ذاتة باتفاقية السلام قاعدة دي مناطق عقار والحركة الشعبية وياسر عرمان ماشي تقول له شنو انت هايستقبلوك احتفلو بك طلعت من يدك انينا نزرت طالع من يد الجيش ومن يد الحكومة البرهان ماشي يسوي اشنو ده تصير لين قوتك ولا دار فور ما بتقرد تصره شمال الكردفان ما بتقرد تصره في المقابلة الدعم السريع في الواجهة بيعملين في حاجات عجيبة يعني انا احتار مثلا هاك المنشور ده هاك المنشور ده مثلا حاجات كويسة اصرفها لخدمة المجتمع مثلا ده تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستغل محلية كراري تحت الشعار مسعف لكل بيت الاحتفال بعياد الاستغلال المجيد طبعا يا اخوانا باركوا ليه عملت تجديد باقة التهاب مية يوم تاني المرة ده اخدت كل الحاجات صداع ودوخة وما اعرف شنو بتاع يعني اصفوا ما حيروح قال لك تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستغل محلية كراري تحت شعار مصعف لكل بيت الاحتفال بعياد الاستغلال المجيد وكرنفال تخريج الدفعات 1-2-3 من دارسية الاسعافات الاولية والتمريض المنزلية احد الموافق 8-1-3-29 الساعة ننظهر مكان صالة الامر طبعا الموضوع ده تحت رعاية حماد دي ما عارف ناس تنسغل اه لا عارفن هم هذا عمل مسعف في كل بيت. ما اعرفوا داري عمل شنو. حيولدنا كلنا والله. داري كتلنا كلنا والله. اها اخوانا الرأي شنو حاسي. احنا ماشيين كويس الرأي شنو. اخر حاجة طبعا تحالف الاحزاب مع الدعم السريع. يعني حسي اللقنة ازالة التمكين. عملت سيمنار اربع يوم وفقوا التسعة وثلاثين. احنا عايدين. الكزان يتراجفون. المعارف سنعود بقوة. انا حاسألك. لجنة زالة التمكين كل عضويته كانت متهمة وفي الترباس. وطالعين بيقول يعني مثلا عروة الصادق. عروة الصادق عنده فيديوهات بيقول انا حشيل البرهان اودي الترباس. ازال الله ظهر عديل يتكلم مع رئيس المجلس بتاع السيادة لا قاعدة الجيش. لا الجيش سألوا. لا برهان سألوا. قاعد حسي قاعد في قاعدة الصداقة عاملين مؤتمر ناس لجنة زالة التمكين. طبعا انت يا صرفة بتخاف منهم. راجعين ليك البلالين. حلو. كلامك جميل. دار اسألك. هم عملوا الحاجة دي كيف? المؤتمر والسيمينار حقه هن ده. قالوا يا اخو واحدة الفغرة رغم خمسة قالوا اشنو? تفكيك الواجهات الدينية للنظام السابق. ايه انت ما فككتها المرة الفاتت. فضلتاني الا المساجد. صح ولا غلط? والمدارس بتاعت تحفظ القرآن والخلاوي. يعني الموضوع ده ما استهداف بتاع ديان. لا ده دين واحد تقاصدنه. لكن انساني من المخرجات بتاعت السيمينار. هم عملوه في القاعة تحتياته مسمى. الاتفاقية الاطارية. معلش يا بابي. لكنت لسه ما خطت تخويل بل انك تجتمع. نعم اجتمع. لسه ما وقعت الاتفاق الاطاري النهائي. ما ممكن بكرة الصباح يختلف معاك البرهان ويدخلك السجن. ممكن بكرة الصباح استضيفوا احزاب تاني يجيبوا اردول ومناوي وجبريل لسه ما قاعدوا. انتوا طلعتوا وقلتوا يا اخي اتفاقنا على القضايا الاساسية خمسة وتمانين تاني طلعتوا قدتوا لسه منتكلم في موضوع السلطة وتوزيع السروة ومراجعة اتفاقية جوبا. لسه ما راجعتوها. يعني انت مستعجل ماشي في مسلا بيقول لك شنو بس ياهو. بس ياهو. ماشي تعمل المؤتمر ده وبتطلح في مخرجات وبتقول انا والله حفصل القضا وحفصل بكلاء النيابة. ها؟ يعني عندك مخرجات انت لسه ما وقعت على الاتفاق النهائي الى الاطارية. الاتفاق اللي انت موقع ده اسمه الاتفاق على المبادئ بتاعت التوافق. انه احنا والله قاعدنا نتكلم. دارين من الفريق ده فلان وفلان. ودارين من اللحزاب ده فلان وفلان. ودارين من اللحزاب ده فلان وفلان. البود دي كتا تدي روحك سلطة ماشي تقعد شنو. لانه معتمد انه اللقنة في ذات التمكين. لو ما خدت يدها مع الدعم السريع دي القوة اللي حتحميها. ما بطلع بيتفاصحوا الفصاحة دي. ما بطلع يقولوا للقضائية والله احنا حنشيل القضاء. القضاء دي الرجعوا بيمحكم. انت بتضعم في القضاء ولا اشنو. ما بطلع مولانا اسماعيل. يعني انا اسي اخوانا لما نسمع كلام بوزنوا بي حاجات. انا ما صحفي. لكن عارف المقالة الصحفي ده ده عنده مقومات. الطريقة بتاعت الصياغة بتاعت الخبر. هل هو قاصد انه يبيع الجريدة. ها هو دائرة يقول لك الليلة القبضة على ما عارف ملك الجن في سوق ستة مايو. ملك الجن طبعا ده طريقة الدار كانت. مسلا. ملك الجن دارة بيعداد استهبال سايا ملك الجن تقبضوا كيف? فهموا تربيسون سيدنا سليمان وبعد 25 سنة مات فكوا طلعوا. ملك الجن تقبضوا كيف انت? ده خبر انا باعرف انه مقومات صحفي يعني اه خبطة اعلامية. فباعرف من اللول كده. مثلا مولانا اسماعيل. ظا القاضي فصلته آآ لجنة التمكين بتاعت الإنقاس وشالوه برا وجابته الزلدة كفاءة ما كفاءة هل القصة بتاعته دي أنا بصديقة زاته ما بصديقة يعني حسي عندنا حاجات بسيطة بسأل ويقول له مولانا انت فصولوك بتين سنة تسعة وتمانين حلو عليك الله ممكن تديني خطاب الفصل بتاعت بسيطة هاجيب ليه خطابك الفصولوك بي ومكتوب فيه شنو أو الضباط بتاعنا الشرطة في لجنة التمكين فصولوهم لأنهم كانوا ضد الحال لا انت مفصول لأنك انت ما كفاءة وانت مفصول لأنك سيروا سلوك وانت مفصول في قضية إخلاقية كده يجي بليه خطابك بتاع الفصل خطت ليه في صفحتك وتباهى به قديني الخطابة السيري النمبر نجيب الملف نمشي الداخلية عديل لا شوف لجنة التحقيق ايه تفصلك ليه اطلع يقول زي مولانا ده يقول اللجنة دي هتكون بعيدة من القضاء ولجنة الاستئناف ما في زي عنده دخلي بها يعني اجيك انت سائر زي في الشارع تطلع لايف صرفه غيرك اسمع والله حنصادر كل املاكك طيب اخوانا ده استئناف ما في اللجنة الاستئناف طيب ده نمشي القضاء عديل اشتكيكم القضاء بعيد هل الزي ده فيه مواصفات قاضي لا ده مواصفات شنو ده مواصفات كلب ده زي كلبي بس حتى القضايا اللي كانت في يده والكان بتاجر بيها واحدة من القضايا في لسانه شخصيا قال يا اخي قضية اولاد الابيضة تضربون الدعم السريع دي الحرية والتغيير تطير اللجنة المركزية تطير حكومة الانتغالية تطير لو ما جيبنا حقهم من 2019 لحد ده صغير الفنادق ما بيشوفوا في حدة بيعمل الهير فودة اللي أخضر ده ريح تواضحة يعني بدعرف الحدة فهو مولانا الزعافة ده تقول ليه ما تتكلم فيه حاضر ما بتكلم فيه ده جاي قال اطبق عدالة وقال انه اي زولة تهمه ما عنده حتي يلجأ لها انا زي اللجنة دي حت عامل بعابة شنو حت عامل معابة لجنة تصفية لجنة زالت التمكين اسمع قلعتها بيت الزول وما ديته فرصة تجيبه بالقضاء وترجع ليه منه حقي انا ايجي يديك طلقة في ميتينك بس طوالي شعلا منك منه والله يا بشعر امشي تدي طلقة ما تجي تشكيلي ما تجي تقول ليه عنف وظلم لجنة التمكين ما دارس مع الكلام ده اللجنة دي استلمت مؤسسات واستلمت شركات شغالة كل العمله شنو سرقوا المكيفات الكلام دي قلناه احنا ولا دالتوا اللجنة اللجنة عندها كم زول اللجنة هي ذاتة متهمة واجدي كان كان ساجن كم عسكري ساجن عسكري في 2 مليون دولار ساجن عسكري في 2 مليون دولار واجدي ساجن عسكري من لجنة التمكين في 2 مليون دولار سألناه دي القروش المستردة والذي قروش كانوا بشيلوها رشاوي من المسجونين والمحكومين عشان يكفروا القضايا تفضل يا وجدي وجدي كزهاتو كان حسع لو جينا في سير سلوك و حسن سير وسلوك أعملوا لينا أنتو نفسكم من أين لك هذا أنتو نفس اللجنة أعملوا لينا من أين لك هذا يا وجدي تعال جبل لينا حاجاتك محمد الفكي كان متهم وكان مسجون معاه وجدي دير رؤوسة اللجنة فقوكم كيف والله يقعفوا من البرهان لأنه عشان تصير العملية السياسية المحكمة قالت عليكم شنو أنت لما ندخلوك يا وجدي دخلوك في بلاغات من ضمنها الشركات بتاعت الدواجم من ضمنها تبديد المال العام من ضمنها تلاتة وزراء قالوا وجدي ما سلمني قروش والكلام ده كان في الميديا قدامكم هيبة البدوي جبريل كلهم قالوا وجدي ما سلمني قروش طلعت اسكرينات لفواتير في صفحات التسعة وتلاتين قالوا دي قروش ايحنا الاسكرينات دي أنا محتفظ بها حجيب أسماء الناس والأرغام والصفحات النشرطة يا وجدي شيل الحاجات ده مشي المحكم وقول إنك سلمت جبريل مؤتمر صحفي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة قال وجبريل قال أنا وجدي ما سلمني تجيب ليه نفس الزلدتاني تقول ليه أخو هو اللي حيحق ليه عدالة وهو أصلا ما أخذ تخويل حتى يتكلم ليه وين اللجنة السياستية وين اللجنة بتاعت السلام ليه ما عملوا مؤتمرات في السيناريو هات الموقعين على الإطارية مش الإطارية دي الفترة الانتغالية أيوة مش هتجي تحيل مسائل السلام أيوة ليه اللجنة بتاعت السلام ما اجتمعت ليه بس اللجنة التمكين الجرية اجتمعت أنا لما نجي أتكلم كلام بس مع الكلام لازم أخذته في ميزان عقلي أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم ده زوال قاضي قال أنا ما حستخدم القضاء يبقى ده قاضي ولا مجرم ده مجرم هنباتي أنا مفروض أديت طلقة في نص شعر وغسط طوالي زح بعديوه طلعوا لينا قالوا يا أخي السودان أبو البشرية يعني شنو كيف يأخذ حضارة وتاريخ أيوة أنا السفيد شنو حسي في الظروف دي ده موضوع بيرفع معنوياتنا يعني الصينيين طالعين من السودان لا ده اللونه الأبيض إحنا اللون الأسوات طلعوا من هنا تفسيرك شنو للموضوع لا هو القصد إنه المعنى بتاع المقال اتفهم غلط يا صرفاء هو قصدون أكتر ناس قاعدوا في حتتهم ما تحركوا طيب ما تقول ليه كده أصلا البشرية كانت قبل كم قالوا مليون سنة إحنا بنعرفه تاريخ البشرية تسعة ألف سنة سيدنا عيسى بنقرخ ليه حسي ألفين ميتين ألفين خمسة وعشرين ألفين ثلاثة وعشرين نسي إحنا تعني عندنا حاجة في الموضوع ده لا الدكتورة العاملة للدراسة دي اتبع القواعد العلمية عشان أقول على الموضوع ده الصينس علم اتبع شنو لما هو أجر دراسات تاريخية أجراها وين ما أجراها في السودان وين في السودان فضل الدكتورة المركز البحثي بتاع أكس فورد عمل الدراسات وين فضل لا هو ما قانوا في المكتبة بتاعة أكس فورد في كتب لا أنا إنت قلت أنا أنا أصل البشرية أنا يعني أنا سلالة أصل البشرية إحنا عندنا خلاف حسي في السودان إنه السودان ده عبارة عن ناس كلهم رحها الجو من الجزيرة العربية أفريغيا نيجيريا بتاع ده الداخلين في الموضوع حسبون ولا ما حسبون إحنا شكلنا السودان سنة كم يحس يقول لك 1800 ديل الجوز الشمالي ده كلهم داخلين 1800 الناس يقول لك ياخذ سنة 650 ميلادية عبدالله بن السرحي قطع البحر يعني حسي قريب يتكلم لها مليون سنة طيب شال جسامين حللة نعم يعني شال حفوريات في جوزة بتاع الزول جدك شالوها من الشمالية مش حللة في أكس فورد لا عرفتها كيف طيب لما الدراسات التاريخية بتتكلم عن أنا أستفيد شو نحسي يعني الموضوع ده انت بت ده علميا أنا ما راكب راس انت بتتكلم مع زول طالع من أكس فورد أهي ما راكب راسي ما دار أعرف الموضوع ده أول حاجة في القواعدة العلمية أنا ما شايفه طبقها عملت دراسة وين استعام بجامعة الخرطوم لا مراكز آثار جامعة الخرطوم لا ما سمعته ما سمعته شالوا جسامين هنا حللوها لا في حفوريات لقوها شالوها شالو حلل شالو شنو يعني مليون سنة دي شنو يعني مليون سبعة ألف سنة دي حضارة كافية جدا خلاص لحد دينا انا مقتنعين بترهاق الأسعم لليه انه دار يحولوه من حتة كان قاعد في الصلم دي ودوه حتة تاني أنا مقتنع خلاص حولوه يعني ما شو ناصل البشرية وما قلنا ليكم ان احنا الصينيين دي الحسي تبدي يعني انت ممكن تكون جدا الصيني ده إلا حبابتك لعبة بره ما تقول ليه الموضوع ده طلع بيض كيف أحبابتك لعبة بره ما هو أنا بسألك يعني الصيني ده طلع بيض احنا اصولو الاريين المانيا البيض البنخرين زي السيف ديل حبابتك لعبة بره لا 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 الكلام ده شين يا بيبي لو قاعدنا عملنا بحث والله الكلام ده شين ما بيحجبك بعدين الراجل عرفنا أصل هكينا المرأة يعني مشت جابت الأربع البوضل من الراجل ما سألك جدك وجده وجد الأفريغان ده كله لا بيبعلك الله خليني من الفارغة أنا بقول ليك الزوال ده سيطرت أقول ليه يا أخي إحنا الآن في ندوة ندوة شنو يا أخي ندوة شنو يا سادة يا مراكز استراتيجي أنا بتكلم معاك في بحوث تفضل تعال تعال أقعد هنا أقعد وأقعد دراسات هاي تفضل أنا دار خرطة معدنية للسودان ما عندي والله تفاصيل أردولة الدينية خرطة معدنية سريع دار عرف الجير وين دار عمل ليه مصنع جير افضل اشتهر جنوب الخرطوم بصناعة الجيريات الجير اللي بيعمل شنو جير حجر جير ساجر ما جير شنو دار أفهم أنا في شنو يعني الدهب وين الدهب وين لما لحسي يقول ليه يا أخي جبريل المرفضة أنا اتكلمتها جبريل قال ميزانية السودان 2023 خمسة تريليون خمسة تريليون مصادر التمويل حتجيبه بوين أنا الآن دار أعرف دار فور تغزي الخزينة العام بكم فضل جنو كن عنصرية دار فور دي شايل كن صاح شايلان والله وأهل دار فور فوق راسي والله جد وإحنا والله فتحنا المعارج دي كلها عشان إنسان دار فور وما حنجيف طيب الديني دار فور بتدخل كم في 2022 مركز الإحصال سودان الديني رغم بترول صدرنا كم في 2022 سريع سريع عشان أنا أقدر أبن عليها الخمسة تريليون أطم من الشعب السودان اللي بسمعني الوضع الاقتصادي بدل اللجنة دي قاعد فيها اقتصاديين وأجانب يتكلموا ليه عن تدهور الاقتصاد أبني مشاريع ما أبني مشاريع في مظاهر وحاجات مخيفة اتفضل يلا ها اقتصادي بترول كم كم برميل انخفاض المعدل ل31 ألف البرميل البرميل ضربه في كم إنت ما إحنا ضربين البرميل في سائر العالم ورميل كم يعني 31 ألف في اليوم في أربعة بمليون ومئتين شهرة ب تلتمية وستين مليون سنته بتلاتة مليار وشوي حيلوهما متاز إنت قلت ليه الدهب صدرتك أردول 2022 في النصف الآخر 10 10 مليار دولار حلو جبتها من وين الإسهامات بتاعت الولايات الديني بس قولي جبتها 10 مليار دهب أنا فاهم جبتها من ولايات شنو 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 عشان إحنا دار نقسم السروة السلطة أنا الدولة يلا دار نقسم تفضل كلكم صعاليك ساي يلا ها سريع إسهامات ما أنا دار حل الموضوع البترول في دارفور بين تجبيكم لا هي دارفور الحقول إحنا بتاعتنا بتاعت بليلة في شمال كردوفان كانت قافلة كان في احتراضات من المواطنين وإحنا اشتغلنا معاهم بنسبة 65% للولاية وكده طلحت من الواحي 30 برميل في الولاية بتدوها كم وحقها بمشي لأمنه موضوع بسيط تفضل يلا هم رياضيات إحنا الآن نستغل بسودانيتنا ووطنيتنا وما حنشيل قروش من بره ممتاز يا جبريل ممتاز ممتاز 2022 عدت عديتها كيف قديني الورق حقك بس سريع أيوة سريع تكلم أنت طلحت دهب 10 مليار جبتوا من وين جبتوا من يات ولاية بس حقها كم كده كده أنا فاهم أنك يا أردول ممتاز يعني أردول بيعمل لي في احتفالات لحزبه وأنا أشوف درع الشمال جايبن بهدوم بتاعت كاكي ما قطعه ما عنده هون اللي يقلو والدها بيطلع من ولايتهم وأردول بيعمل لي حزبه مؤتمرات ويرش وبيلاقي وبيطلع بيصور لي بالغولف دي ما من قروش المعادن من العشرة مليار شلت النسبة تكديب أنا لما مفتحت لك الموضوع بتاع الأبراج اللي أنت مشتري ويتابعت تجيب الورق الأبراج دي كانت معروضة بعشرة مليون وإنت شتريت بخمسين مليون قلت دي قروش المعادن ودي النسبة حقاتنا قلت لك جيب الورق ودي واحدة من مشاكلك مع البدوي ودي واحدة من المشاكل اللي قوم فيها حمدو كل لجنة معاك أنت يا أردول أهس دي أنا بسألك أنا الميزانية حق تستنجعي دي راح أددها من هنا دي أنا الدولة دي أنا الدولة أنا الدولة أنا دي راح أدد الميزانية دي خمسة تريليون جنيه يعني خمسة ألف مليار حتجيبها من وين من مدخلات حلو وريني المدخلات الانتاج حتى تشغل شنو وين المصانع الشغالة أنا بتتكلم ليك عن الفين واحد وعشرين في خمسة ألف وسبعمية وستة وتسعين مصنع اتقفلت في السودان خمسة ألف بنتتكلم عن سبعين في المئة من الأسواق طلعت برّ للشغل بيقوا شغالين سماسرة وبيقوا شغالين قوادين حاجتين بس يا تشتغلت السماسار يا قواد السوق شغال شنو ما شغالين حاجة انتو ما تقول فاصح ليسا بيجيب قروش من وين بيجيب المينة قافل أربعة شهور شنو المدخلات الانتاجة الخشة للمصانع الكهرباء قافل القاطعة الزفتي قاطع لما نطلع زول يقول لي يا أخي واحد من الشباب دل بيعمل في مصانع وانو الناس تنتج وكده أنا كلامك ده تفاهمه ويجيب صور من حتات تانو وإحنا ممكن ننتج فنائل داخلية هنا وممكن نعمل مصانع انت في حاجة ما فايت عليك عس السودان ده فيه شنو ممكن يشتغل المصنع العوائق شنو إنو أنا أعمل المصنع بيمنعني شنو ليه وسامة داود عنده مصانع والمصانع التاني تكفل تفضل جاوب سؤال بسيط جدا نعم ليه البرير عنده مصانع شغالة والناس التانين اللي بيعملوا مصانع عندها يعني حاجب المنتج الوطني زي الجلد تكون قافلة وقاطعة وما شغالة ليه يعني ليه مصانع هنا دولة زي السودان أنا باستورد أقلام الرصاص انتو تخجلوا كلكم ما فزل تتكلم معي ما تتكلم معي ما تقول ليه عامل سمينار وعندنا ورشة والحزب انت بتستورد أقلام الرصاص أسكسي أنا نتكلم عن دولة بجي بقول دولة دولة حاضر بتصنع شنو والله بنصنع آليات سغيلة في مصنع جياد آه يحلو وراح مصنع جياد أول حاجة في الحاجة اللي أنا بعرفها في الآليات السغيلة إنه أنا يكون عندي فرن يصحر الحديد وما ينصهر عندكم لا إحنا أصلا بنجيبها قفل 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 خلاص ما وضعه انتهى 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 إحنا قاعدين نعمل الدباء المدرعات عندك فرن يصحر الحديد وما يتصهر والله يعني طبعا إحنا بنجيب الفولاز والسبايك من الصين وبعدهم بنعمل على صهرها في درجة حرارة خمسمية تحت تحت السرير ولا تحت الصفر بتصهر وين خمسمية واثناثر تحت السرير ولا تحت الصفر يا بابي أنا ده اسمها دولة نجي نتكلم في صناعة ومنتج ليش هال التوكيل من جيات من الصين ما تعمل لك شركة عربية يا أخي عربية الناس انتهوا من الموضوع ده بدري انتهوا من الموضوع لا تشيل توكيل ما جرابوكس ده مكنة الأربعة لساتك دي اسمها دولة انت بتستورد قلم رصاص بتستورد البلاستيكا 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 انت تسكن ساي البلاستيكا دي شايفة اي قاعد يجيبوها بملايين الدولارات في السنة اللي بعملوها في شعر الفيونكا دي اللي طوكا دي البلاستيكا بتاعتها القروش بيشيلة بتلبسة في يدك بعد الرزمة ما ما تخلص بتيجي بيتك ماشية بتقوم بتقوم بتفلاش عارة بتعملوا ليها بتيجي ماشية بتلقى ولدك الصغير داري نوم بتقوم بتعملها تقطعها باللستيك كده تفكة فيه نبلة دي انت قاعد تستوردها انت تكفي الخشمك لما تقول لي أنا عندي مدخلات انتاج والدولة والعالم يطمع في سرواتنا انا اقيف 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 انا عملها كيف انا دار اعمل مصنع هذا ده مصنع قاعد في مصانع قاعدة المنطقة الصناعية بحري الخرطوم ومدرمان المناطق الصناعية في مصنع الحليب والمناطق في برسودان في دار حمر 1965 ببتة السودان حليب بودرة باعرف وسماها ده وخدتها جمع حليب بودرة ده مستهبي الكلب خدت صورة البيت والله العلبة دي زوال العمل ده مجرم اسمع دي مصانع موجودة وقفت لي قبل ما يشغل غيرها انا وقفت لي لانه والله الكهربة ففاهم مشكلة بدعملوا المصانع كيف والضرائب بتاعاته كيف لا ما احنا رفعنا الدعم خلاص انا ما بقدر اصنع انت بتتكلم عن تدمير انا دائر الويرش والحزاب تجد خدت لي واجهة زي دي اطلع حزاب يتكلم لي عن الكهزان الكهزان حس رموزهم قاعدين في الترباس وانت حكمت ثلاثة سنين ما قدرت تتحاكمهم انا اجربك تاني اكون حمر بالعربي الواضح انا اجربك تاني ما بتحصل طيب احنا دارين نعمل شنو احنا الآن اخوان عندنا دوائر دارين نكسير الدائرة بتاعت الجمعية في اراضيها الدعم السريح لازم ارقود ليهم ما عنده حل لانه المناطق دي لو خش في خلاف مع الجمعية الدعم السريح بيخسر الجمعية قبيلة مسلحة اسمع يعني الجمعية دي قبيلة مسلحة والشغل بتعمل في الخلدة الناس دي اللي عنده هون سلاح وعندهم عارفين مداخل ومخارج السودان كله لحد النص ولحد الجنوب تمام السلاحة اللي عنده هون ازا اختلف الجمعية في بعض الحكومة وما بتقدر تخش السلاحة لعندهم العددية لعندهم الشجاعة والقابلية للموت الحكومة ما بتقدر تخش الدعم السريح يخش مع النازل في بنيا ما بيقدر اعمل شنو الدعم السريح يخش معهم في خلاف ويفتنهم و عنده مشكلة مع حمدتي إنتمالك إنتماشي إنتماشي ما لك ما تحتذر له قال له يا أخي عربيتك أشيلتها منك اتفقنا على حاجات إنه الدين خط أحمر إنه البلد خط أحمر إنه الأحزاب نتعامل معه بطريقة واضحة الوجود الأجنب خط أحمر إنتمش بتقول الكلام ده ذاتك هناجي مصطفى حسن تجي تقول له يا أخي مش اعتذر له قال له يا أخي إنتم عملت الحاجات دي اتفقتها معاي والكلام ده إنتم خليت به يا حمدتي بينه وبينك شنو عربية أدتني لها هدية يا أخي هاك عربيتك إحنا جائلنا نعتذر لك لأنه المقل لك كده إنت زول خدت له الحن جدوا له زمام قفل قفلوا كلكم بطالة إنتم عارف خطورة الحاجة الحاصلة دي حس إحنا لو كسرنا الدائرة بتاعت المعسكرات بس حقة الجيش شنناها من الدعم السريع بحكم قابلي الدعم السريع ده بنضيق له المساحة حقته ما تخلكم حمير ما تخلكم حمير ما تنفعل سياسي ما تقول لي يا أخي ده غانم ده مؤتمر البرهام مؤتمر وطني ماشي تقعد مع مني انت البرهام مؤتمر وطني فما تدعي له انه ده عشان مؤتمر وطني انت بتحاربه لا حسع تسعة وتلاتين وإعلامة الأحزاب كلهم ضد عجيب لأنه هم بدافعوا عن حمدتي بس إذا خش زول مع حمدتي في مشكلة إعلامة تسعة وتلاتين بكرة الصباح نسوا حمدتي كتلن نسوا حمدتي ما لمشارح شو هده نسوا حمدتي القلبن نسوا حمدتي النطة ده كلهن ناس قعدتهم الإمارات أسمع انت تفتح بلاتك يا ديقير انت تجي تقعد يا فكي انت تمشي كأي زول خش في خلاف مع حمدتي التسعة وتلاتين بكرة الصباح حيطلعوا لك الكيزان وأساليبهم الكيزان انتوا حترجعوهم بالطريقة دي انتوا حتبقولينا دولة عميقة طيب في ثلاثة مواضيع رح أتكلم عنها الآن يعني أنا حدخلك الفورمة نتكلم بعلميا كده أسمع أقوى المجتمع الهندي ولا المجتمع الأمريكي سريع المجتمع الأمريكي شفت المواطن الأمريكي بعيش في حرية وقوانين تضمن شفت الهنود بيقعده في البلاعات وصناعاته انت أبانه وما في زل بالدين عنده الحقوق وتعليمه ما يقاس المجتمع كده يقاس المجتمع بالمنظمات والإدارات الأهلية التعداد بتاع السكان بتاع الأمريكان 400 مليون عندهم كم منظمة أهلية يعني شنو كم منظمة أهلية يعني بكرة بايدن دله ومات قام طرام بعمل انجلب أمريكا بتجع ولا بتكون زي نواقع كده ووضعهم ما مستغر والمدارس تكفل والمستشفيات تكفل والشوارع تترس ولا المجتمع هيكون شغال فضل كده وضحت يعني قوة المجتمع تقاس بإنه الحكومة فيه ولا ما فيه ما عندها معنا بتقاس بشنو بالمنظمات الخيرية المجتمعية الإدارات الأهلية إحنا بنانا حكومة فيه حكومة ما فيه نعمل بير حكومة فيه حكومة ما فيه حكومة فيه حكومة ما فيه نجر أولادنا نعالي بتقاس كده ففي رأيك المجتمع الأمريكي ولا الهندي هم مجتمعين المجتمع الأمريكي ممكن يكون نمبر وان المجتمع الهندي نمبر تو المجتمع الهندي الإدارات الأهلية حقته مبالغة مدارس التعليم ده كله حكومة ما إنها معه شغالة هي غير إنها فيدرالية فنجي نجيس روح إحنا هنا في السودان بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل هناك إحنا مجتمعنا كيف قوته والله إحنا قويين مثلا بتعمل اشنو آه لما يعني ذول إنجح بنعمل لهم تكريم آه كويس وتاني آه حفر النبير آه ممتازة ممتازة ها وتاني كم منظمة أهلية حين دان إحنا في السودان إننا لكم والله أشهرهم شنو أشهرهم أشهرهم دار الميقومة آه دار الميقومة عندهم فترة كل ما تجي حكومة أو يجي مجموعة يستلموها لتجربية الليلة ماشين دار الميقومة الأطفال الموضوع ده يتواصل يتواصل هو خطيئة هو صح ده موقف إنت بتتمنى ما تكون فيه لكن دين الناس ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بمواصفات يعني عندهم قوة وجلد وصبر على المجتمع أول حاجة إنه من يفتح باب الدار ده يطلع للمجتمع ربنا يقدروا نصبرهم حتكلم سريعا دار الميقومة عندهم مشاكل الفترة الفاتت هل الناس رخدت أنه الأحزاب وكانوا بيطلعوا بالموضوع خلاص بيقوا ما في حاجة يعني يتفديني الدار وعمل احتفال عندهم ختام بتاع عشرين طفل أنا ما حقود أرغام ولا حقود حاجة دار منك شنو عزيز المستمع بكرة الصباح تدور عربيتك ختام بتاع عشرين طفل ختام بتاع العشرين طفل قالوا دارين جلابيتين لكل طفل والبنات يعني جلابيتين والناس تساهم في الاحتفال وفي فنانين وعدوا وكده أنا ما عندي شغلة أنا دارك توقف الترنك بتاعك ده تفتحه الظهرية تنزل شنطة لأطفال عمارهم متفاوتة خمسة سبعة ثلاثة سنين اللي عندك حاجة جديدة أنت بيوديها لأ الله ما موديها ليزول في الشارع ماشي اللي يهدوا مولادك ما دايرة تمشي تشتري له عديل عندك عندك ما عندك أدعو له بالخير خليك بعيد أنا دار يعني إحنا نتحمل المسؤولية معهم تمشي تفتح الظهرية تنزل سكر تنزل عندك وخشمك عندك ده لبي بعد لك جدام وده لبي حميك وبيحمي أولادك اللي بتي لها ده طبعا ما مصمم ليزول واحد بكرة الصباح ممكن نحصل لك بيتك تجيك هون مش وين بعدين إحنا ما ملايكة فينا الكويسين فينا الكعبين كل الحاجة دي واردة نبتلة فيحنا بنجهز يعني الموقف ده عشنا تدفع ده الأطفال بالنسبة للبنات أنا كنت أفكر نشيل جلابية بتاعت أول هيدون بتاعت الأطفال حقا تلبيت وبفكر نشيل ليهم هيدون بتاعت مرقة فساتين بتاعت مرقة لكن هم ما قاعدين يمروه لكن نشيل ليهم نشيل ليهم الدار بتعرفوها تمشي توقف قدام الدار تقول ليهم أنا بتكفل بواحد من الأطفال الرسالة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهاتين وسكت لا قال في الجنة طيب الاستثناءات الصرفة ممكن يكون يعني في العصر لا 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 الرسالة والسلام حديث واضح قافل منتهي بليغ جامع منتهي قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة لكن الزول ممكن يسكر الرسالة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ممكن الزول يكتل أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ممكن ازول اسرق انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ما تستسنى صحة وقفل حديث وواضح بليغ امشي شوف واحد من الاطفال امشي شوفه دارين شنو بتكلم عن المخازن حقتنا الفيها الاكل فيها الفيران بتخش والمخزن ما فيه صيانه بدري دار شركة هندسية محترمة تمشي تدق الباب تقول المخزن ده كامل قافل انتهى الموضوع انا ما بشحد ليهم ولا بقول للناس ولا بتكلم كتير تمشي بكرة الصباح تجيف الشركة الهندسية تنزل الاسمنت بتاعك تشوفها الارضية ده المخازن اللي بخدت لهم فيها الاكل والشراب العاملين عليها الله عز وجل تحدث عن العاملين عليها في القرآن عشان هو معين وتطمع ولا ينتد هو بقول بثغرة من ثغرات المجتمع ده فرض كفاية ده عبادة عملوا عبادة برعى لك الاطفال ده احنا كادارة اهلية بندير الدولة كمنظمات اهلية كمجتمع بنشيل نفسنا هو ده صغراتنا احنا احنا العملنا الحاجة الدولة بعيدة ما بتستغل بهم الدولة ما قعد تعلمهم نعم الدولة ما قعد تعلمهم مستسنينهم من التعليم في ثلاثة مراحل مرحلة الخدج دار الميقوم اللي بتعرفوها والمرحلة بتاعت الاطفال والمرحلة بتاعت الراشدين اللي هي في المناطق بتاعت اراضي جامعة تفريغيا في جنوب الخرطوم اللي حيستولي على الدعم السري النازل دارين مدارس انا والله شوف حشوف عمارة ستة سبعة طوابق لجد عمارة معروضة عدد الناس الفي اللايف تلاتة الف كل واحد يدفع واحدة تلاتين مليون طيق نشتريها نشتريها للاطفال المحرومين من التعليم بتاعنا العيون عندهم مشاكل الععاقات الاطفال دي الاطفال زل عمروا سبعة طهر سنة ما بعرف بيقرأ سبعة سنين دي الاطفال ما يقوموا في مراحل انا ما اتمنى ما يسمعوا كلامي يعني انا ما دار نسمعوا الكلام اللي بقول فيه ده لكن انا بوريك انه المجتمع حاضر فيحنا دارين الناس كان الاطفال دي انتوا طبعا ما متابعين لانه بيقاما عندهم حاجة يتاجروا بيها يعني الناس فاطباء بلا حدود كانت عامل عيادة ودار الميقومة بتعالج الاطفال تخيل عشرين تلاتين خمسين طفل كل واحد بيقوحوا دار بلليل زولي ولدك انت لو قحب الليل كيف انا دار زولي اعمل وقف الناس المرتبات كويسة الناس عندهم قال دا ومرضاكم بالصدقات تخصص ليهم تقول العامل الفلان المرأة اللي بتمسك الاطفال دي ترضعون المرأة دي يا اخواننا انا بديها تمانين مئة وعشرين مليون في الشهر خلوها عليه مرتبة عليه امشي لانه هي الطفل بيسحب الليل بيكورك بيبكي ما في ماما نعم ما في ماما ما في بابا موظف عنده القدر يمشي يشيل واحد يشيل اتنين نفسياته انا ما بعرف المسألة دي الله عز وجل بيحاسبنا فيها كلنا انا ما ببرئ في زمتي لا ولا حشتغل بيكو نزامه وقفته انتو كم مجتمع احنا المجتمع قوة بتصهر في انو يتحمل حاجات لو ما في دولة ما عندنا دولة مجلس سيادة ما في مجلس سيادة ما عندنا رئيس وزارة ما عندنا دولة حفرة في الشارع انا مجتمع والت موظف حكومة بتجي مغرب عربيتك وانا بيجي مغرب لا بيصلحوها ناس الوزارة بتاعت البينا بكرة اه لا خلاص بصلحوها لا يا اخ نازل كويسين اولادهم شباب همينين بيتفينوها بكرة لا بيتفينوها بكرة لا بيتفينوها بكرة ولا بيتفينوها بكرة في الصحة في الشارع في الطرق في التعليم بتنهار الدولة بتقع الدولة بيجي بيستليم الزول المشتري لما نعمل وما زاد فيه بيت ولا فيه حاجة ما بيعوه بقى ابخس الاسمان وبيجي الزول المبرم شنبو قاعد كده التاجر دا كمولي ح السجارة صح؟ بيقولك اه لا خلاص انا حشيله كلها لكن والمكيفات المكيفات ده مجوه البيع لا 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 حشيله اللي بالبيع حشيله المكيفات وحشيله العربات وحشيله المرزات بدهابه احنا البلد ده الان بتنهار فالمجتمع لازم ينهض ده الحتات اللي بتحرك فيك احنا توحشنا الجرائم اللي بتحصل وتعامل معه لانه المجتمع توحش المجتمع توحش والناس ممكن تكتل ممكن تهتك ممكن تغتصب عادي عادي توحش المجتمع اربع سنين الناس في الشارع بتتماوت ده موكب بتضرب رصاص بضربوك بحجر ده ما موكب احنا منطلع نموت والشرطة بتطلع تموت والجيش طلع يموت احنا منطلع نموت توحشنا فدي الحاجات اللي بتحرك الرحمة في قلبك وبترجعك للمسار الصحيح المجتمع ده لازم ينهض انا دائر تمشي تقعدوا ناس خطة واضحة عارف تفاصيلة بكرة عشان بكرة انا بطلع لايف حتكلم عن الخطوة ده هشوف كونكا مجتمع عملتوا شنو حاضر تمشي مجموعة في جامعة الخرطون كانوا بدرسوا الطلبة لكن دارين حتى يقروهم منو اللي بيتبرع علينا بوقف بسم الله الرحمن الرحيم نفتح مزادنا مع الله يلا اخوانا دار لنا قطعة ارض الفين متر ها سريح ها ارض في اي حتة نبني ها شركة شركة زل تكفل لنا بيتعليم الاطفال عمره سبع سين ما بعرف اتوضى ولا بعرف بكرة لانه ما في بابا ما في ماما منو اللي حيتكفل بالموضوع يلا ها 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 منو هناك ادينا قطعة واضحة تمشي الدار تقول لنا انا عندي قطعة واضحة عمله ليهو مدرسة لكن ما بقدر ابنيها تجينا الشركة تقول لنا حنفز المباني يا اخوانا لله ما عندي قروش جيبوا ليهو المواد تطلعت الدينة تفاصيل زي دي انا اتابع معاك اسبوعين نكون بنيناها بسم الله الرحمن الرحيم لا دار مبادرة لا دار اخد ترغم تلفون لا دار المقاطع دي اللي قد تطاولوا علينا تمشي الدار بكرة انت تتكلم يجيني اسمك فلان وفلان شركة فلان اتكفل بواحد انا بقى تدربه هنا بقى معاكم في اللايف 3000 نقسم على بعض ادياتك بالفي نصيبك تدفع بس الختان بتعلى اطفال ده انا دارو ختان زي حق ولدك يعني تمشي تحضنه تمشي تجيف معاو في الصيوان حاضر ان الله طيب لا يقبلوا الا طيبا ماشي اللي يهدوا مولادك حتى لو جبتها جديدة خلالها ولدك وسوق ولدك معاك ذاته ما تمشي انتو ما تمشي لهم متوحشين كموظفين كناسة لا 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 امشي معاك مرتك ولدك شاهلين عمود اقعد معاو ناديه ونادي الفرشة اقعد في الوطى اعمل اكبر الصيوان بتعملوا لي الاحتفال الاستقبال قايدة دعم السريع استقبال البرهان استقبال او دي اللي بوابة اللي انتو بتفتحها في الجنة انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة نقطة عربية انتهى اه انا دار الموضوع ده يتقسم لي ترى هذا المسالات بنتكلم عن اطفال السرطان في مشكلة بتاعت اطفال السرطان بكرة حيتكلم عنها بالتفاصيل بتاعت الادوية عندهم دواء كيمائي محلول كيمائي سبعة محاليل الدولة ما قادر توفر منهم الا اطفال السرطان دارين يعملوا وقف احتجاجية ناس كلنا قيم واستراحة الاطفال بتاعت المعمورة ناس نزر اه بكرة حتكلم بالتفاصيل عنها اطفال بيدعالجوا بالكيمائي يعني انت بتشيل مادة كيمائية الدخيلة جوج جسمك تحرق دمك هي دزاة ماف رأيك شانو طفل يعني في الرقبة في البطن في السدر اطفال صورهم في اللسان صارتان ربنا ابتلاهوا وابتلا معاه والامة كلنا نشوف كيف انا ثاني عيد الموضوع ده قبل سنتين اتكلمنا وقسمنا الموضوع الى مجموعات ناس بيمشوا بسوقوهم ناس بيودوا لهم سكر ناس بيودوا بيض ناس بيودوا لبن حيموتوا يعني يعني انت الوضع الاقتصادي صرف الشيل اللي بتقدر عليه اللقمة دي ما تدخيله في خشمكة مش يشوف الاطفال دي لاكلوا ولا مااكلوا الكتب يتقاسمون ما توقف حيثوا يحجيهم من وين يعني هاور ينحجيهم من وين زر تصح الدولة عنيفة الدولة ما عندها شغلة بالمجتمع اطفاله يموتوا مستشفيات تموت عشان يجي واحد يستلم الادارات والمستشفيات الخاصة يشغيلها يعني الكارثة زي انه اطفال السرطان ما عندهم محاليل من سبعة مختفيات خمسة عندهم محلولين غير الادوية التانية الكلام ده انتو يعني انا دعرف هم دارت توصوله لين يعني انا ما نقرأ لي اطفال السرطان ودكتور الخطيب يتكلم وفي بوست ما بتخجلوا انتو ما بتخجلوا ما بتخجل ما بتخجل انت ربنا فتع عليك في رزقك بتقرأ في البوست تقف لها تعمل لها نجمة في اللايف حقها والنقطة والبتاع انا فتفاهم لكن انت الحتة دي ما في اي ضمانات ولدك ما يخشها نقطة عربية انتها ركز ما في اي ضمانات الحتة دي ولدك ما يخشها ما في اي ضمانات انه بيتك ما تودي ولدها الدار دي والله واحد حتة ثانية المفروض تأسس فيهم في الحياة دي حتة واحدة المغابر عشان كده زمان كده بقول لك وانت سايق بتتفسح في الخرطون شوف المغبر المناسبة معك دار الدفن في الحتة دي دار ما دي حتا عبي تمشي في النقوين تمشي في النقوين دي الحتة اللي بتتأسس الموضوع بتاع الدار ده بكرة انا دار الناس التلفونات الطاقش من الصباح تجي في واحد يقول انا حعمل واحد اتنين تلاتة تمشي تقول ما ترسل لي ما دار نعرف ما بينك وبين الله واللي خلاص في العمل التعريف اللي خلاص في العمل تفضل جليك ما يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا نفس فتحدث به حاجة بينك وبين الله انا ما اعرف ما تنزل لي صورة ما توريني ما تقول لي ما تتب امشي بداس بالراحة كده ايضا لما تمشي تعمل العملية البطالة مش بتمشي بداس اي امشي بداس اعمل العملية دي اشوفك في الدار ما دار اسمع الناس التانين في موضوع بتاع استيلاء بتاع طريق لانه يوم 16 هم رسلوا ليه مداخر الموضوع الملف بتاع غرية في غرية اسمها كريتا بتقع جنوب الجزيرة مقطوعة الشباب اجتهدوا بينه المدرسة وبينه مركز صحي وبينه عملوا بيار ناسا كريتا المهم وعدوهم من 2020 بشارع زلط الشارع ماشي تماما لامور طيبة ظهر ليهم واحد اسمه الشريف المهدي شال الشارع منهم بعد التصديق والاوراق ماشي بداه حتة تانية وبكرة حيعملوه يوم 16 قالوا يروح عملوه يوم 16 فانحنا الموضوع بتاع شريف المهدي وقف الحاجة دي ويا ناس كريتا بكرة الصواح تمشوا تقيفوا في المكاتب ومكتب الوالد وتشيلوا حقكم حاضر باكر نتلاق